أكد حلف شمال الأطلسي في بيان له أن ستة جنود على الأقل قتلوا اليوم بينما كانوا في دورية شمال العاصمة الأفغانية كابول عندما استهدفهم مسلح على متن دراجة نارية محملة بمواد ناسفة في هجوم أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عنه بينما لا زالت المعارك دائرة بين مقاتلي طالبان من جهة والجيش وشرط الأفغانيين من جهة ثانية في أقليم سانجين شمال شرق هلمند والتي تبدو على وشك السقوط بأيدي المتمردين بعد استلاء طالبان على مباني حكومية بينها مكتب حاكم الأقليم وذكر السكان المحليون أن مقاتلي طالبان زرعوا متفجرات على الطرق المؤدية إلى أقليم سانجين ما يجعل نقل المؤن والمواد الغذائية مستحيلا